اشتركوا في القناة القمر موجود في برج الثور في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا تأثيرات القمر لما يكون موجود في برج الثور على جميع الأبراج منشعر بالحذر أكثر ومن ميلة المحافظة على منتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأنه ما نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ماء وقضاء وقت ممتع في البيت في مشاهدة التلفز مثلا أو قراءة كتاب أما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم عنا زاويتين الزاوية الأولى هي اقتران إيجابية راح تكون بين القمر وأورانوس ساعة 11.28 دقيقة من هذه الليلة مساءا بتوقيت جرينتش طبعا واللي بعرفش توقيت جرينتش عادي بزيد على حسب الدولة بدخل على جوجل ممكن يعمل سيرتش إنه توقيت جرينتش بالنسبة للعراق بالنسبة للأردن بالنسبة لمصر للجزائر للمغرب لأي دولة فبعطي الفارق بزيده على الرقم اللي أنا بحكيه أو بنقصه من الرقم اللي أنا بحكيه بطلع الوقت اللي تبع دولته بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض أما بالنسبة للزاوية الثانية هي زاوية تزديس برضو إيجابية راح تكون بين القمر وعطارد راح تكون في تمام الساعة التسعة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا هي بتيجي قبل الظهر بشوي منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبما أن القمر موجود في الثور معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم ثمانية وعشرين ثلاث راح يكون في تمام الساعة 11 واربع دقائق مساء ويستمر حتى اليوم التالي يعني تقريبا للساعة 11 وثمانية وثلاثين فجرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر إلى الجوزاء عمر القمر القمر الهلال اليوم ثلاث أيام وفي تمام الساعة 5 و19 دقيقة صباحا بصير أربع أيام نسبة الإضاءة 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى 19 أربع المزاج سعيد القمر في الثور حتى 29 ثلاثة المزاج سعيد عطارد في الحوت حتى يوم 11 أربع المزاج ممتزج الزهرة في الثور حتى 3 أربع المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى 30 ثلاثة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج ممتزج زحل في الدلو حتى 11 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج ممتزج أورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد نبتن في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع ومزاج وسعيد بلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع ومزاج وممتزج وحكينا انه ممتزج يعني انه بتقلب طول النهار ما بين السعودي والنحوسة يعني كل ساعة او نص ساعة بتقلب المزاج عنده مرة بصير سعيد بيعطينا ايجابية ومرة بصير منتحس بيعطينا سلبية فعشان هيك منحكي ممتزج وطبعا انا بحكي توقعات للبرج والطالع يعني كل واحد يسمع برجه وطالعه اللي بيشوف انه طالعه هو الغالب عليه بالتوقعات يتابع طالعه اللي بيشوف برجه هو الغالب عليه يتابع برجه اللي حابب يستفيد اكثر يشوف الاثنين ويقارنهم مع بعض وياخذ الايجابية منهم المشتركة والنحوس المشتركة يحذر منها فهيك بيكون طالع بتوقعاته لنفسه وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما انه القمر موجود في البيت الثاني معناته اليوم هذا بركز على الامور المالية ولكن بما انه البيت الثاني في نوع من انواع الضغط اغلب الوقت رح يكون فعشان هيك منحكي يوم بيحمل كثير من المصاريف المالية والامور المقلقة المالية ممكن بعضكو يدخل بعض التحسينات على مرزانيتهم ممكن تعالج بعض الاستحقاقات المالية اهم ايش انك ما تتسرع بتوظيف الاموال دقيق بالتفاصيل عشان تطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن المعنويات برضو بشكل ملحوظ خلال هذا النهار فاليوم بمعنى اخر انه بيحمل كثير من الاعباء المالية او الضغوط المالية او الافكار المالية او الاشياء اللي ممكن انها تكون الها علاقة بالاموال فعشان هيكي بتكون ترتبوا امور كل مالية بشكل جيد ممكن بعضكو يكون في عنده خيبة امل في دعم معين او نوع من انواع المساعدة ممكن يكون عليهم مصاريف او فواتير او مشتريات كثيرة خلال الفترة هاي فعشان هيكي منقول لهم حاولوا انه خلال هذا النهار انه تقللوا من المصاريف قدر الامكان هدولة يومين ضغطات بشكل كبير فميع في حاجة او دعوة الى الاصراف اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور يعني نفسيا احسن في نوع من انواع الاستقرار النفسي موجود عندك فعشان هيكي الامور جيدة فمشحونة بطاقة عالية بتقدر تحاور وتتحرك اليوم باريحية حتى في منكو رح يكون ملفت لانظار الجنس الاخر اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات والحركة في منكو ممكن اليوم يتصل باشخاص معينين ممكن يصير في نوع من انواع النقاش او نوع من انواع الدراسة لموضوع معين تهتموا بالامور اللي لها علاقة بالبحوث او الدراسات او التحليلات طبعا النقاشات رح تكون على مستوى جيد لانه انتو عندكو قدرة اقناع عالي في هذا النهار اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه امور البيت برضو نفس الشيء نفس يوم امس فيه تركيز كامل على البيت ونواقص البيت وامور الها علاقة بالترتيبات او الاعمال المنزلية او الاهتمام بافراد المنزل او العائلة فيه اشياء جيدة خلال هذا النهار بتدعمكم على المستوى البيت ككل يعني حتى اللي بيفكروا مثلا بانهم يشتروا سكن جديد او ينقلوا على سكن جديد او يتحركوا من بيت لبيت الفترة هاي برضو ممتازة اما بالنسبة للبيت الخامس الامور العاطفية تقريبا اليوم برضو بيكون فيه نوع من انواع التحرك العاطفي بعض الاتصالات او المصالحات او التفقد لبعض الاشخاص يعني بكون فيه طاقة للعاطفة موجودة عندكم عالية جدا ممكن تستغلوها بالتواصل او المصالحات اما بالنسبة للبيت السادس فهو برضو جيد بيدعمكم بشكل ممتاز بتقدروا اليوم اللي على رأس عملهم او عندهم اعمال او اشغال بيقدروا ينجزوها على اكمل وجه ممكن انه الاهتمام ببعض المعاملات او الاوراق او الملفات او ارتيب او امور الها علاقة بالعمل تتم خلال هذا النهار بشكل جيد في منكم ممكن يهتم بامور صحية اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف انه الامور على مستوى البيت السابع مزالت ضغطة فعشان هيك بظل فيه نوع من انواع الحدية في التعامل ما بينكم بين الشركاء في المال وبالعاطفة خلال هذا النهار اردات فعل سريعة وعصبية ممكن تكون عنيفة شوي حاولوا تمسكوا عصابكوا قدر الامكان على اساس انه ما تحتدوا وما تعصبوا اما بالنسبة للبيت الثامن فالامور جيدة على امور المال اللي بيجي عن طريق شراكة او عن طريق دعم ممكن يصير فيه نوع من انواع المساعدات او الدعم او بعض الاجراءات اللي لها علاقة بالقروض او التسهيلات او ممكن طلب مساعدة من شخص معين او طلب دين معين او قرض معين وفي منكم ممكن يهتم في امور الها علاقة بالميراث وتكون لصالحه اما بالنسبة للبيت التاسع فالامور جيدة على كل الامور اللي الها علاقة بالاتصالات البعيدة والمراسلات البعيدة او التفقد لبعض الاشخاص اللي عندهم امتحانات قادمة او دراسة لامور جامعية او دراسات جامعية او اللي طلع على امور بحثي دولي او على لغة جديدة الامور هاي كلها راح تكون ممتازة فاللي بدو يطلع يقول لي ما هو الدنيا مسكري محدش يحكي عن السفر انا ما بحكي لك هون عن هذا بيت السفر ولكن هذا اله علاقات بامور كثيرة فانت استثني السفر اذا انت من الناس اللي ما بدك تسافر او مسكري عليك البلاد استثنيها وحطها للامور الثانية اللي بتتعلق بالدراسة والقضايا القضائية والامتحانات ولغة جديدة والمراكز التعليمية والامور هاي او حتى المطالعة في كتاب لثقافي غير اللي انت معتاد عليها اما بالنسبة للبيت العاشر فهو ضاغت جدا بشكل كبير فعشان هيك يحاولوا انه ما تخالفوا القوانين ما تعملوا اي شيء مشبوه ما تمسكوا اعصابكوا قدر الامكان الاشخاص اللي على رأس عملهم يعني ما زالوا بدوموا او عندهم عمالهم او مصرح لهم انهم يشتغلوا بالفترة هاي خصوصا من ضمن المؤسسات الكبيرة ديروا بالهم من اي مخالف القوانين او نوع من انواع الاستهتار او التهرب او نوع من انواع المواجهة مع الزملاء او رؤسائهم بالعمل كنوع من الانتقاد اه لا قراراتهم امسكوا اعصابكوا قدر الامكان خلال هذا النهر اما بالنسبة للبيت ال 11 فطبعا اه في نوع من انواع العصبية موجودة عندك من نتيجة تصرف احد الاصدقاء او المعارف فممكن اليوم يكون في عندك نوع من انواع الحدية او يعني انتقاده بشكل لاذع جدا او حتى مواجهته بامر بتعلق في خطأ اخطأه او سر كشفه او استهان فيك بطريقة معينة فانتي تواجهه بشكل عنيف جدا اما بالنسبة للبيتك 12 بيت المتاعب فهو اليوم الاخير تقريبا هو ضاغط عليك فعشان هيك حاول انك انت تمسك عصابك من الانفعال قدر الامكان حاول انك انت تاخذ قصد كافية من الراحة راقب غذائك وراقب علاجاتك بشكل جيد حاول انك ما ترهق حالك زيادة اه فترة وبتعدي يعني هو هذا تقريبا اخر يوم اه بخلال هذا الشهر بيضغط على بيت المتاعب برج الثور ثقاتكم بانفسكم كبيري وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة في منكم ممكن يتشجع لمواجهة واقع صعب ممكن يكون عندك نوع من انواع الاندفاع اليوم او الحماس بتنتصر اليوم على كثير من الاعتبارات طبعا القمر موجود في بيتك الاول فعشان هيك بدعمك بشكل قوي خلال هذا النهار بتشعر انه الضغط اللي كان عليك الفتر الماضي اليوم بدأ بانه يخفي شوي عليك بتحس في نوع من انواع النشاط او ثقة بالنفس اما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم بتركز على الامور اللي لها علاقة بالالتزامات والامور المالية والامور اللي لها علاقة بالمشتريات او النواقص او بعض الالتزامات المالية او الدفعات المقررة عليك في نوع من انواع الدعم ممكن يجيك فلوس او ممكن يكون في بوادر خير لفلوس قادمة اما بالنسبة للبيت الثالث فانا بقول انه جيد خلال هذا النهار من ناحية الاتصالات والمواصلات والنقاشات والبحوث والتسويق يعني هاي الامور كلها بتكون ايجابية حاول تستغل اي وحد فيهم على حسب مكان عملك او حسب مهمتك او وضعك الاجتماعي تجد انه هاي الامور جيدة فيه منه ممكن يكون عنده نشاط فكري او ذهني او يدخل في نقاشات ويثبت وجهة نظره ويثبتها امام مستمعي وما زال البيت الرابع لليوم الثاني على التوالي معطيك نوع من انواع الطاقة الكبيرة على المستوى البيت عشان هيك بدعمك في اعمال البيت والمنزل الصيانة والترتيب والمشتريات والاهتمام بافراد العائلة بشكل قوي جدا فيه تركيز وايجابية عالية جدا في منكو اللي بفكر في عملية شراء سكن او النقل من مكان لمكان او الترحال من ساق يعني من مكان لمكان كلها هاي اشياء ايجابية ودعمة اليك بشكل قوي اما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي يعني شوي هو روتيني ولكن في ساعات المساء ممكن انه يكون في نوع من انواع البشائر الخير او اتصال او شيء مفاجئ يصير ما بينك وبين حبيب او عزيز عليك اه يصلك خبر جيد فتنبسط منه ويلاقي عندك نوع من انواع الاستحسان اما على الاغلب هو روتيني بالتعامل مع الحبيب تتعامل بطبيعتك اما بالنسبة للبيت السادس فامور العمل على مستوى العمل الاشخاص اللي على رأس عملهم ممكن يستفيدوا من هذا البيت بشكل جيد على مستوى الاعمال في منكو الاشخاص اللي في بيوتهم ممكن انه يهتموا بملفات او اوراق او مواضيع الهلاقة بعمل قادم يرتبوا امورهم بشكل جيد خلال هذا النهار لاستعداد للفرص او تقديم لبعض الاشياء اللي ممكن تجيب لهم فرص اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف انه ضاغط بشكل قوي فعشان هيك بتحسوا فيه نوع من انواع الحدية في التعامل مع الشركاء نوع من انواع العصبية او التذمر او الحساسية من ردات الفعل او الكلمات اللي ممكن تخرج منهم حاولوا تمسكوا عصابكم قدر الامكان من الانفعال انه الفترة هاي مش مناسبة لأي نقاش حاد ما بينك وبين شركائك ان كان بالعاطفة او بالزواج او بالحب يعني او بالعمل اما بالنسبة للبيت الثامن فانا بقولك انه الامور اليوم احسن من الايام الماضي فيها نوع من انواع الدعم على مستوى الامال اللي ما بتعود لك يعني ممكن اليوم تحصل على بعض الدعم او الامال او المساعدات ممكن يكون فيه نوع من انواع الترتيب لسلفي او قرض معين او اشياء لها علاقة بترتيب الاوراق القانونية لامور مالية اما بالنسبة للبيت التاسع يعني جيد بعطيكم نوع من انواع الاستحسان على امور الها علاقة باتصالات خارجية او امور الها علاقة بالدراسة او حتى تعلم ثقافة جديدة او لغة جديدة او الاطلاع على علم جديد فكلها هاي امور جيدة وبتدعمك بشكل قوي اما بالنسبة للبيت العاشر فهو ضاغط عليكم بشكل كبير خلال الايام القادمة وخلال هذا اليوم تحديدا وخصوصا على الاشخاص اللي على رأس عملهم اللي بيشتغلوا مع المؤسسات الكبيرة بيكون عليهم كثير من الضغط والاشغال والالتزامات وفي منكم ممكن انه ينتقد او يتذمر الوضع الحالي حاولوا قدر الامكان انه هاي الفترة تمسكوا عصابكم على اساس انه ما ثور المشاكل حواليكم ويكون فيه نوع من انواع التشويه لسمعتكم ديروا بالكو اثناء التعامل مع زملائكو بالعمل ومع رؤسائكو بالعمل اما بالنسبة للبيت 11 فهو يعني شبه روتيني احنا منقول اغلب النهار فبتتعاملوا بشكل روتيني مع معارفكم واصدقائكم بدون لا حدية ولا عصبية ولا رغبة جامحة بالاتصالات والتواصل يعني امر عادي تواصل عادي اما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب شوي ضاغط عليكم عشان هيك بتحسوا شوي معنوياتكو بالذبذب خلال هذا النهار ممكن تحسوا بنوع من انواع الضغط او بعض التوترات العصبية او ممكن حتى اوجاع او الام تيجي بشكل سريع حاولوا انكوا تراقبوا صحتكو بشكل جيد حاولوا تنظموا غذائكو وتاخذوا قصد كافي من الراحة ما ترهق حالك بشكل كبير خصوصا مع هاي الوضعية هذا اخر يوم لبيت المتاعب في هذا الضغط فحاول انك تتحملوا قدر الامكان برج الجوزاء يوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وانجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون الاهمال صحتكم لا توقع على عقد ولا تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الامور بهدوء وابتعد عن الضوضاء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب املك تعتبر الفترة هاي من اسوأ ايام الشهر لانه القمر موجود في بيت المتاعب وبما انه موجود في بيت المتاعب فهو بضغط عليكم بشكل كبير رغم انه في البيت الاول يعني شايف انا فيه نوع من انواع الطاقة المنافس الى بيت المتاعب فبعضكو بحس بنوع من انواع الارتياح على حسب الطالع تاعهم بحس بنوع من الارتياح او نوع من انواع ثقة بالنفس تيجيه من لحظة لاخرى ابتدعمه في بعض الامور اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور على مستوى المال انه في عندك كثير من الالتزامات المالية والترتيبات المالية في بعض المكاسب لها علاقة اما بعمل اضافي او عمل من خلال مؤسسة معينة ممكن تحصل على بعض الاموال او نوع من انواع الدعم ولكن دير بالك من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الامور جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات يعني بتزيد بشاكل اكبر لدرجة انه بصير في بعضكو يعني او النسبة العالية جدا بتصير من موليد برج الجوزاء بهاي الفترة اللي هم اهتمام عالي جدا في امور الها علاقة بالتليفونات او الكمبيوترات او امور الها علاقة بالسيارات او الميكانيك او الامور اللي الها علاقة بالاشياء اليدوية العملية او التصليحات فعشان هيك عندك اهتمام عالي جدا خصوصا احنا بنحكي عن الذكور الاناث اهتمامهم بصير على مستوى الاتصالات والحركة والنقاشات وامور الها علاقة بالهواتف فيه منكم رح يستمتع بامور الها علاقة بالدراسة او نوع من انواع البحوث او المناقشات اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه الامور جيدة على مستوى البيت فيه نوع من انواع الاهتمام والالتزام على مستوى البيت باشياء او امور روتينية ولكن ممكن تزيد شوي بنوع من انواع الايجابية تلاقي لك مكانة عالية جدا داخل البيت ممكن تنجز امور الها علاقة باهتمامات منزلية مثل تصليحات وترميمات او مشتريات او اشياء الها علاقة بتغيير ديكور المنزل فجأة هيك يجي عبالك او عبالك يتغيري ديكور المنزل او تعملي اشياء ما كانت من الاساس او بالوضع الحالي ما بتنعمل فيه نوع من انواع الاهتمام بافراد العائلة بشكل قوي جدا خلال هذا النهار وممكن يكون فيه بشائر خير من احد الابناء او اشياء العلاقة في البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فالامور العاطفية منقدر نحكي انها روتينية خلال هذا النهار يعني ما فيها الاشي لا الايجابي ولا السلبي بتتعامل انت بشكل روتيني فعشان هيك اذا كان طبعك انت ايجابي فبتلاقي الامور ايجابية اذا كان الطابع تاعك لا فيه سلبي بتلاقي الامور سلبي ولكن هي على الاغلب روتينية اما بالنسبة للبيت السادس يعني بتحاول وتنجزوا الاشياء الضرورية والمهمة من الاعمال بتحاول انك تركز على اشياء معينة تدرسها وتبحث فيها في من كل عرأس عملهم رح يهتموا بعمل معين او انجاز معين خلال هذا النهار ولكن انه بكون طاقتهم ضعيفة اما بالنسبة للامور الصحية فهي جيدة خلال هذا النهار الا انه في بعض التوعوكات اللي لها علاقة اما بالتحسس او شد العضل اما بالنسبة للبيت السابع فامور الشراكة روتينية على طبيعتكم تتعاملوا مع شركائكم اما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الامور الاموال اللي ما بتعود لك ايه اموال المشتركة او الامور اللي بتيجي عن طريق شريك شريك مال او عاطفة ممكن تحصل على بعض الدعم او بعض المساعدات او امور اللي لها علاقة ببعض التحسينات او النصائح لاستخدام الامور المالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالامور على مستوى اتصالات الخارجية او الامور اللي لها علاقة بالجلسات المحاكم او الامور اللي لها علاقة ببعض الاشياء اللي لها علاقة بالدراسة او البحوث بتلاقي انه عندك عصبية عالية جدا وحدية في التعامل وعدم الرغبة في اي امر العلاقة بالامور اللي احنا ذكرناها واللي عندهم الجلسات قضائية ممكن انه خلال اليوم وبكرة وبعد بكرة يكون الحكم ضدهم مش لصالحهم بسبب التقصير طبعا وعدم انجاز الوثائق المطلوبة بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه الامور برضو فيها نوع من انواع الحدية للاشخاص اللي على رأس عملهم في عندهم نوع من العصبية او الحدية في التعامل ممكن يصير فيه نوع من انواع التوتر او نوع من انواع المواجهة ما بينك وبين زميلك بالعمل او رئيسك بالعمل بسبب انك بتحس فيه نوع من انواع الاجحف بحقك حاول انك ما تتغيب او تتأخر عن عملك وابتعد عن النقاشات الحدي اما بالنسبة للبيت 11 فعمستوى العلاقات مع الاصدقاء برضو اليوم فيه نوع من انواع الحدية في الطباع فعشان هيك يحاول انك تبعد عن النقاشات الحدي او الاستفزازية او انك تتدخل فيه شؤون اصدقائك على اساس انه ما تثور مشاكل او يصير فيه نوع من انواع المشاكل الغير مرغوب فيها خلال هاي الفترة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو كما ذكرنا انه القمر موجود فيه فعشان هيك هو اللي ضاغط عليك بشكل كبير ومثل ما ذكرنا في بداية التوقعات برج السرطان تسعدون في لقاء بعض الاصدقاء او تعاون معهم ممكن يفاجئكم احدهم بتصرفاته او طلباته الظروف شوي فيها نوع من انواع ايجابية ممكن تدعمك بشكل واسع قصوصا بنوع من انواع التعاطف او تأييد في التحركات ممكن تفرح بدعم جهة ما يعني الفترة فيها نوع من انواع التعاون المتبادل اللي ممكن يساعدك في كثير من الامور بما انه القمر موجود في بيتك 11 اما بالنسبة للبيت الاول فهو جيد على المستوى النفسي في نوع من انواع طاقة نفسية عالية خلال هذا النهار بتحس في نوع من انواع ثقة بالنفس اما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على الامور المالية صحيح انه في بعض المشتريات او المستلزمات المالية او المطالبات او الطلبات المالية حاول أنك فقط أنك يتراقب أموالك بشكل جيد وتقلل من المصاريف غير لازمة أما بالنسبة للبيت الثالث فعندك بعض النشاط بالاتصالات أو بالحركة خلال هذا النهار ممكن يكون فيه نوع من أنواع النقاشات وتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت فيه بعض الاهتمامات لها علاقة بالوالدين أو بأحد الأبناء أو بالعائلة تحديدا الاهتمام في مسألة معينة أو ترتيبات وتحسينات أو تزبيطات أو التزامات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور روتينية على مستوى البيت الخامس يعني مش هالشيء القوي جدا عشان هيكي بتتعامل بشكل روتيني إما إيجابي أو سلبي على حسب الوضع الاجتماعي اللي أنت عايش فيه أما بالنسبة للبيت السادس فيه بعض اهتمامات في أمور إلها علاقة بالالتزامات بالعمل أو الأعمال في منكوا اللي على رأس عملوا بنجز اليوم كثير من الأعمال الموكولة لإلوبكوا بحقق بعض النتائج في منكوا ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأمور حادة في تعامل مع شركاء المال والعاطفة فعشان هيك ممكن يصير فيه نوع من أنواع المواجهات أو الحدية في الطباع أو الاستفزاز إما من طرفك أو من طرف الشخص الآخر حاول أنك تمسك أعصابك قدر الإمكان ما تدخل فيه أي شيء ممكن يثير المشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور ضاغطة على مستوى الديون أو المطالبات المالية أو الالتزامات المالية الخارجية أو في بعض الكساد المالي إحنا بنسميه أنه بيكون فيه أموال مطلوبة ولكن ما فيه نتائج قادمة فهذا بشكل لك نوع من أنواع الضغط والعبئ لأنه التزامات بدون عوائد أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة أو الامتحانات أو الأمور القضائية فهو روتيني تماما يعني لا بيعطيك لا إيجابية ولا سلبي أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو ضاغط عليك الأشخاص اللي على رأس عملهم بشعروا بضغط كبير خلال اليوم هاد فممكن يصير فيه نوع من أنواع العصبية أو الحدية أو المواجهة مع زملائهم بالعمل أو رؤساهم بالعمل أو التذمر من انتقادهم لإلهم ولكن حاول أنه فيه خلال هذا اليوم أنه ما تعمل أي شيء مشبوه أو مخالف للقوانين حاول أنك تمسك حالك قدر الإمكان من أي شيء بشوه السمعة بالنسبة لبيتك 11 ذكرنا أنه القمر موجود فيه في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 12 بعضكم ممكن يحس في بعض الأمور الصحية اللي إلها علاقة خصوصا للأشخاص اللي عندهم تحسس رئوي أو أمور إلها علاقة بالجيوب بدهم يديروا بالهم من الحسسية أو من الغبار أو من الجو لأنه شوي ممكن يكون فيه عندهم نوع من أنواع الضغط أو الضعف في هاي الأماكن برج الأسد طبعا هو من المفروض أنه يعني بيت له علاقة بالأعمال أو المؤسسات الكبيرة فعشان هيك اللي عندهم أعمال اليوم وهم على رأس أعمالهم بيستفيدوا بشكل جيد من هاي الوضعية بيكون فيه نوع من أنواع إدخال التعديلات على أعمالهم بوسعهم إثبات جدارتهم للمسؤولين أهمش أنه ما يتذمر من كثرة الأعباء بالضغوط كبيرة لكنها فترة مهمة لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك سيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعج يعني القمر موجود في بيتك العاشر فهذا بيت السمعة حاول أنك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان وما تخالف القوانين ولا تدخل بأي شيء مشبوه أما بالنسبة للبيت الأول فالنفسية شيئا ما جيدة خلال هذا النهار بتحس أنه فيه طاقة إيجابية بتدعم نفسيتك فيه ثقة بالنفس عالية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية شوي هي اللي ضغطيتك بتفكر بطريقة أنك تخرج من هذا الضغط المالي أو العبء المالي اللي موجود التزامات كثيرة أو مشتريات أو مستحقات مطالب فيها حاول أنه قدر الإمكان تمسك عصابك وما تصرف بدون حساب أما بالنسبة للبيت الثالث فبتكثر عندك اليوم النقاشات والحركة والاتصالات ممكن يصير فيه نوع من أنواع النقاشات المفتوحة ممكن يكون فيه نوع من أنواع التواصل مع أشخاص وإقناعهم بوجهة نظرك ممكن بعض الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة أو بالبحوث أما بالنسبة للبيت الرابع فبرضو نفس الإشي اليوم روتيني ما فيه أي شيء إيجابي أو سلبي على مستوى البيت بس اللي هي الأشياء اللي بتطلب منك التواجد كالتزاماتك العادية الروتينية بدون لا زيادة ولا نقصان أما بالنسبة للبيت الخامس فبرضو الأمر عندك يعني شبه روتيني إلا في ساعات الظهر ممكن يكون فيه نشاط معين أو اتصالات أو تفقد لحبيب أما بالنسبة للبيت السادس اللي على رأس عملهم بيستفيدوا بشكل جيد خلال هذا النهار بينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم وممكن أنه يوكل لهم أعمال جديدة وتكون الأمور جيدة أما بالنسبة للوضع الصحي فبرضو بقولهم ديروا بالك من منطقة الصدر وأمور التحسس الرأوي وأمور اللي إلها علاقة بالعضلات أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفي برضو روتيني تتعامل بشكل روتيني مع الشركاء بالمال والعاطفي بدون إيجابية أو سلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن تلوح فرصة لنوع من أنواع التحصيل المالي أو الدعم المالي ولكن أنه برضو أنت محتار أنه بظل هالظروف كيف بده يوصلك هذا الدعم أو كيف بدك تحصل عليه يعني نوع من أنواع البشائر ولكن برضو في ضغوط تجيك من طرف آخر بالتزام جديد أو مطالبات جديدة في منكو ممكن يجد أشياء أو أغراض إلو كان فاقدها من فترة أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو ضاغط بشكل كبير عليك بشكل سلبي فعشان هيك ممكن تحتد أو تعصب في أمور العلاقة بالدراسة أو الاتصالات أو أمور العلاقة بالخارج أو المؤسسات التعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني في عندك نشاط عالي جدا من الاتصالات مع أصدقاء أو نوع من أنواع التعاون ممكن تطلب المساعدة بأمر معين أو ممكن يكون فيه نوع من الأشياء الإيجابية اللي تحصلها خلال هذا النهار من معارفك أو أصدقائك أما بالنسبة لبيتك 12 بيت متاعبك فما زال أنه بضغط عليك شوية مش كثير عشان هيك بنقول أنه دير بالك على صحتك راقبها بشكل جيد وتواقع حاول أنك أنت تهتم بغذائك وراحتك وحاول أنك ما تجازف خلال هذا اليوم وحاول تأخذ قصد كافي من الراحة برج العذراء ممكن أنه اليوم يصلكوا خبر من بعيد أو تنجحوا في أمور إلها علاقة بأشخاص أو أمور إلها علاقة بالسفر للأشخاص اللي بتواصلوا أو بتراسلوا لأمور إلها علاقة بالسفر أو الإتصالات البعيدة مش للأشخاص اللي قاعدين في البيوت يعني الأشخاص اللي عندهم مثلا بتواصلوا مع هيئات معينة تأجل سفرهم أو تأخر سفرهم يهتموا في أمور إلها علاقة بالسفر تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم وفرص النجاح بشكل كبير وبتعود لإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بسهل خلال هالحوار وبتفتح أو بتفرح بخبر أو تجاوب أحبائك معك الفترة هاي فيه نشاط كثير إلو علاقة بالبيت التاسع لأنه القمر موجود فيه حتى الأشخاص اللي بيهتموا بالدراسة أو بالأمور اللي إلها علاقة بالجامعات أو الامتحانات أو البحوث أو اللي عندهم مشاريع مهمة مثلا منزلية أو تجهيز مشاريع مثل رسالة أو رسالة ماجستير أو دكتورة دراسات عليا يعني برضو بيهتموا فيها وبتنجح معهم بشكل واضح أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور على المستوى النفس اليوم جيدة جدا مدعومين بطاقة ونشاط عالي جدا فيه عندكم ثقة بالنفس عالية ممكن تحققوا كثير من الإنجازات اليوم وبشكل رائع أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور على المستوى المالي تقريبا مستقرة خلال هذا النهار يعني أمور تقدروا تتعاملوا مع الأمور المالية بثقة عالية جدا فيه منكم ممكن اليوم يكون عنده بعض المستلزمات أو المشتريات ولكن أنتو بترتبوها بطريقة عقلانية مش بطريقة تهور وإصرافه فقط أما بالنسبة للبيت الثالث فيه من كل يوم بدخل في كثير من النقاشات والحوارات والأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات ممكن يكون عندكم نوع من النشاط والحركة عالية جدا خلال هذا النهار بأكثر من مسعة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور جيدة على مستوى البيت ممكن تتواصلوا مع أهل البيت أو مع أصحابكم أو أهليكم يعني بمعنى آخر بقوة وثقة عالية جدا وبتقدروا تعملوا نوع من أنواع الإصلاح أو المساعدة في منكم ممكن يهتم في أمور إلها علاقة بالإصلاحات والترميمات أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور على مستوى العاطفي ما زالت ضاغطة فعشان هيك الأمور العاطفية اليوم نحطها على جنب كمان فيه نوع من أنواع الحدية في التعامل مع الحبيب فعشان هيك حاولوا قدر الإمكان تمسكوا عصابكم من الحدية أو من الانتقاد أو من الاستفزاز أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة على أمور إلها علاقة بالأعمال أو بالصحة تقدروا تنجزوا كثير من الأعمال موكلة لإلكم حتى لو كانت أعمال منزلية وممكن برضو أنك تهتموا في أمور إلها علاقة بالشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فبرضو ضاغط عليكم بشكل كبير فعشان هيك يحاولوا قدر الإمكان ما تدخلوا بأي نقاشات حادة أو انتقادات لاذعة لا أزواجكم أو زوجاتكم لأنه ضاغط على أمور الشراكة بشكل سلبي فعشان هيك ممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية في التعامل أو ردات الفعل السلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فأي شيء أنت معلق آمال عليه أنه بنوع من أنواع الدعم أنه يجيك من الخارج أو من أشخاص معينين الفترة هاي ممكن يكون فيه نوع من أنواع الصعوبة ممكن مش الصعوبة من منك أنت أو من الشخص ممكن من الظروف الحالية أنه هذا الدعم يوصلك فعشان هيك شوي الأمور بدها نوع من أنواع الدراسة الإيجابية أو بدها الصبر أما بالنسبة للبيت التاسع فذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر يعني فيه نوع من أنواع الحدية وخصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم أو اللي بيشتغلوا من ضمن مؤسسات كبيرة نقول لهم ديروا بالكم من العصبية والحدية حاول أنك ما تخالف القوانين ولا تدخل بأشياء مشبوهة أو أشياء ممكن تشوه سمعتك حاول تمسك عصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت 11 فالأمور جيدة على مستوى البيت فممكن يكون فيه كثير من الاتصالات أو التشاور أو البحث مع أصدقاء معينين لأمور بتحاولوا تحلوها أو طلب التعاون أو المساعدة في مسألة معينة فممكن أنك تحقق إنجازات اليوم بالتعاون مع صديق أو معرفة أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال فيه نوع من أنواع الضغط البسيط لآخر يوم حاول قدر الإمكان أنك ما ترهق حالك زيادة راقب صحتك بشكل جيد حاول تأخذ قسط كافي من الراحة حاول أنك أنت برضو اتراقب غذائك على أساس أنه برضو تحتمي من أي أعراض جانبية برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية سارع في تهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن بعض مطالب أو عن مطلب معين أو عن خطوة معينة تصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور إلى نصابها ممكن تنشغل بملف معين أو أوراق معينة أو بمعاملة معينة طبعا القمر موجود في البيت الثامن البيت الأول يعني اليوم نفسيتك شوي أحسن من الأيام الماضية مش بالشكل القوي ولكن أنه فيه نوع من أنواع الإيجابية عندك ثقاب النفس عالي جدا ونفسيتك أريع أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على مستوى البيت الثاني صحيح أنه فيه بعض الأمور اللي إلها علاقة ببعض الإنفراجات المالية أو المساعدات المالية أو أمور إلها علاقة ببعض التحسينات المالية نوع من الدعم أو المساعدة ولكن أنه فيه عليك شوية نفقات أو مصاريف حاول أنك تقلل منها أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والبحوث والدراسة والمناقشة كل هاي الأمور إيجابية بتساعدك وبتدعمك بشكل قوي حاول أنك أنت تستغلها وتستثمرها بشيء إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور ضاغطة على مستوى البيت والالتزامات أو الواجبات أو المهام في نوع من أنواع الحدية برضو في الطباع ممكن أنه تستفز اليوم بشكل بسيط جدا أو بسهولة فاتور عصبيتك أو ممكن تدخل بنقاش حاد مع أحد أفراد العائلة فتحتد الأمور عندك بشكل سلبي حاول أنك تمسك عصابك ممكن يكون عندك اهتمامات إلها علاقة بالترميمات أو التصليحات أو أشياء مفاجئة بتحدث على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية يعني شيئا ما متقطعة خلال هذا النهار فبتيجي على شكل مراحل بالاهتمام بالحبيب أو باتصالات بالحبيب أو أشياء مثل هك ولكن أنه باقي اليوم أو أغلب اليوم روتيني دا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت السادس فأقول لك أنا يعني في نوع من أنواع لسه التوترات اللي على مستوى الأعمال أو الصعوبة في إنجاز بعض الأعمال وممكن برضو أمور إلها علاقة بالصحة حاول أنك تهتم بصحتك بشكل جيد وراقب وضعك الصحي برضو حاول أنك تلتزم إذا أنت بتأخذ أدوية تلتزم فيها هذه الفترة ممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور على مستوى بيت الشراكي يعني شيئا ما جيدة يعني مش ممتازة ولكن جيدة في نوع من أنواع التواصل أو التفاهم مع الشريك أو وضع حلول لأمور معينة أو خطة مستقبلية أو التفاهم على مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك الثامن فذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو الاهتمام بشؤون بعض الأشخاص خارج البلاد أو الأمور بتجهيز بعض الأوراق أو المحاملات أو الأشياء اللي بتخصك من ملفات دراسية أو تعليمية أو قضائية أو أمور لها علاقة بأوراق سفر ممكن تهتم فيها وترتبها أو تهتم بلغة أو بحضارة أو باطلاع على أشياء علمية أما بالنسبة للبيت العاشر فمزاجك حاد وعصبي جدا خلال هذا النهار فحاول أنك ما تدخل بأي شيء ممكن أنه يلفت النظر لإلك بشكل سلبي أو يشوه سمعتك أو حتى أنه يفتح نوع من أنواع النقاشات الحادي اللي ممكن يتوتر وضعك لمدة أيام أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور على مستوى بيت الأصدقاء في نوع من أنواع التواصل الخفيف ما بينك وبين الأصدقاء خلال هذا النهار أو مقتصر على أشخاص معينين يعني مش على الأغلبية وفي أشخاص أنت ما رح ترد عليهم حتى لو حاولوا أنهم يتصلوا فيك يعني رح تتهرب من إجابتهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو شيئا ما ضاغط بشكل خفيف جدا فعشان هيك بيجيب لك بعض الأشياء أو بعض التعب الغير متوقع أو الإرهاقات أو التقلبات النفسية حاول تمسك حالك قدر الإمكان وما تستسلم لهاي الإنفعالات وحاول أنك تراقب وضعك الصحي من أي مستجد حاول ما تجهد نفسك برضو خذ قسط كافي من الراحة وانتبه لها تغذيتك وغذاءك وراحتك برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعك وتعزيز شراكتكم اتجنب الإنفعالات اللي ممكن تخفي عداوة لا سيما مع الإدارات والمسؤولين بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك خاسر والخصم رح يكون أقوى منك خلال هذا النهار يعني هذا بيتك السابع بيت الشراكة طبعا مقابلك يعني ضغط عليك بشكل سلبي بسحب من طاقتك فعشان هيك بتحس إنه اليوم أنت في عندك نوع من أنواع التقلب في المزاج ونوع من أنواع الحدية اللي بتيجي من وقت لآخر حاول تمسك حالك وامسك عصبيتك من الإنفلات وما تقدر تسيطر عليها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور يعني شيئا ما في نوع من أنواع الالتزامات اليوم أو المشتريات أو الاهتمام بأمور مالية حاول قدر الإمكان أنك تسيطر عليها بشكل جيد بدون ما أنك أنت تندفع وتتهور في المشتريات راقب وضعك بشكل جيد وإن شاء الله أنه في بشرة لأمور إلها علاقة بالنجدة أو المساعدة المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو ضاغط عليك فعشان هيك بنلاقي على مزاجك اليوم نوع من أنواع الحدية والعصبية أو ردات الفعل الغير طبيعية ممكن تيجي بلحظة من نقاش أو كلمة أو هذا فالثور أنت مباشرة وتعصب فحاول أنك تمسك حالك وحاول أنك برضو تنتبه من أي إصابات ممكن تتعرض لها اليوم مثل شد عضل أو بعض الإصابات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الرابع ففي نوع من أنواع الاهتمام على مستوى البيت أو بأشخاص لهم علاقة في البيت ممكن تهتم باجتماع أو بلقاء أو بفرح أو في أشياء ممكن تسعدك خلال هذا النهار على مستوى العائلة ممكن يكون فيه اهتمام إلى علاقة بتصليحات أو ترتيبات أو ترميمات أو بعض الإنشغالات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أن الأمور فيها نوع من أنواع الضغط أو التوتر ما بينك وبين الحبيب حاول أنك أنت تمسك حالك بدون ما تدخل بنقاشات حد معاه أو ردات فعل يعني تخلف لك نوع من أنواع الحساسية فأنت تمفعل بدورك وتعصب امسك أعصابك قدر الإمكان وراجح حالك أكثر من مرة قبل ما تمفعل وتتهور أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الاهتمام ببعض الأعمال أو إنجاز بعض الأعمال عندك هذا النهار وفيه نوع من أنواع الاهتمام بشؤون صحية تتعلق فيك أو في أحد الأقارب أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه الأمور يعني مع ساعات الصباح بتبلش الأمور جيدة على مستوى الشراكة ممكن تتباحث أنت وشريكك في مسألة معينة طبعا هذا ذكرناه كلياته في بداية التوقعات لأن القمر موجود فيه ممكن يصير فيه تعاون من طرف ثاني أو بوسعك وتعزيز شراكتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فهذا بدعمك على مستوى أمور ممكن يجي خبر بمساعدة مالية أو دعم مالي أو بعض البشائر اللي إلها علاقة بالمساعدة المالية ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالقروض أو الديون أو ترتيب ملفات بتتعلق في هذا الشيء أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة جدا على الأمور اللي إلها علاقة بالقضايا القضائية أو أوراق قضائية أو بعض المستندات والبيانات المهمة للدولة أو ممكن تهتم في أمور إلها علاقة بالتفكير في مشروع العلاقة بالسفر أو اتصالات خارجية أو مع أشخاص خارج البلاد أو أمور الهلاقة بالتعليم خصوصا ما بعد المرحلة الثانوية لأمور التعليم الجامعي أو تعلم لغة أو الاطلاع على علم جديد أو البحث في أمور العلاقة بأمور الدين أو الفلسفة أو الغيبيات أو الاهتمامات من هذه النوعية أما بالنسبة للبيت العاشر فبدك تكون حذر جدا من أي تصرف أو تسرع ممكن يشوه صورتك أو أي مجازة في أي مخالفة قوانين في الفترة هاي مرفوضة لأنه هذا بيت السمعة فبيأثر عليك بشكل سلبي حاول تمسك حالك وحاول أنك ما تخالف القوانين أما بالنسبة للبيت 11 فهو جيد على مستوى التواصل والاتصالات مع الأصدقاء والبحث عن الموضوع معين أو المساعدة في أمر معين أو طلب الحاجة أو المساعدة من شخص أنت بتعرفه الفترة هاي إيجابية جدا وممكن تحقق من خلال هذا الشخص نتائج جيدة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عليك ما زال فعشان هيك في بعض الأمور الصحية اللي بتظهر بشكل مفاجئ أو بعض التعب أو الآلام وخصوصا آلام المفاصل آلام الركب آلام أسفل الظهر شد العضلي بالأكتاف هذا كله يأتي بسبب الضغط اللي بيجي من بيت المتاعب حاول تراقب حالك وتراقب صحتك بشكل جيد وما ترهق حالك وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة برج القوس رغم تراكم العمل أنتوا قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة لا تلتهي بالأمور بالقشور من المستحسن أنك تبدأ عملك باكر إذا أردت نتائج مرضي خلال هذا النهار فترة مثمرة وسعيدة ممكن تتلقى من خلالها نتائج لجهودك السابقة وممكن تنطلق في مرحلة جديدة طبعا القمر موجود في بيتك السادس فعشان هيك الإهتمامات كلها راح تكون إما على العمل أو على الصحة وقصوصا العمل الأشخاص اللي على رأس عملهم أو بإمكانهم أنهم ينجزوا بعض الأعمال خلال هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد صحتك اليوم أحسن نفسيتك أحسن في عندك طاقة عالية جدا اليوم رغم أنه في بعض الأشياء الصحية موجودة عندك أو الأوجاع الصحية إلا أنك بتقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار لأنه أنت مشحون بطاقة إيجابية عالية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور ضغطة على المستوى المالي بشكل كبير فعشان هيك يحاسس بنوع من التوترات أو الإرهاقات أو الضغط المالي أو المصريف أو المشتريات لكثيرة حاول أنك تراقب أمورك المالية بشكل جيد بدون مصريف ما إلها أي داعي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة خلال هذا النهار على مستوى الحركة والاتصالات والمواصلات والاهتمام بأشخاص ممكن من ناحية نقاش أو بحث معين أو ممكن التشاور في مسائل معينة اليوم عندك قدرة على الإقناع بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الرابع ففيه اهتمامات عالية على مستوى البيت في أمور العلاقة بالتزامات أو أشياء داخلية العلاقة بالبيت حاول قدر الإمكان أنك أنت تأديها بدون حدية أو عصبية أو تذمر من تصرفات بعض الأشخاص حاول أنه أنت اليوم تنجز اللي بتقدر عليه من أمور إلها علاقة بالترتيبات أو صيانة أو التصليحات في بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بمشتريات أو أشياء بتخص بعض أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي فعشان يمكن أن يكون فيه كثير من الاتصالات خلال هذا النهار لتفقد أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع الأمور جيدة على مستوى الأمور الشراكي المالية والعاطفية فنوع من أنواع التفاهم أو الاتصال أو التواصل لحل مشكلة معينة أو الاتفاق على خطة معينة أو أشياء مستقبلية أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد ودعم لا إليك ممكن يكون فيه نوع من أنواع الدعم أو مساعدة أو فرصة لترتيب بعض الأوراق أو الديون خلال الفترة القادمة يعني بتقدر تنجز إنجازات جيدة ممكن أن تترتب ملفات أو أشياء لها علاقة بالقروض والالتزامات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو شيئا ما منقدر نقول لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك الأمور اللي إليها علاقة بالسفر والاتصالات والدراسة والهاي كلها تقريبا روتينية ما فيه شيء جديد أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو ضاغط عليك على مستوى باب السمعة فعشان هيك يحاول أنك ما تدخل بأي شيء أو بأي حدية بالتعامل أو التصرف اللي ممكن أنه يوتر الأشخاص اللي حواليك أو يجلب لك بعض المشاكل فعشان هيك لا تخالف القوانين ولا تدخل بأشياء مشبوهة ولا حتى تنفعل وتعصب ولأنه ممكن الأمور تفقد السيطرة فيها أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم روتيني تماما بالتواصل والاتصالات مع الأشخاص اللي أنت بتعرفهم أو علاقاتك العامة أو أصدقائك لا إيجابية ولا سلبي أما بالنسبة لبيتك 12 فهو ضاغط عليك لأنه بيت متاعبك فعشان هيك بعضكو بشعر ببعض الأمور الصحية اللي لها علاقة ببعض الأوجاع أو شد العضل أو آلام يعني متفرقة بتيجي أو طفيفة أو بسيطة يعني بتيجي من لحظة لأخرى وبتختفي حاول أنك أنت تأخذ أدويتك وتراقب غذائك بشكل جيد وتأخذ قصد كافي من الراحة برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني لا تتردد في التعبير عن عواطفك حاول أنك تكرس مزيد من الوقت للأحباء بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح لشؤون الشخصية بالتأثير عليك طبعا القمر موجود في بيتك الخامس وهو بدعمك بشكل قوي جدا عن الأمور العاطفية وأمور الحظ أما بالنسبة للبيت الأول ففي نوع من أنواع الحدية بالطباع أو التقلب أو المزاجية عندك اليوم ممكن تحتد وتعصب من تصرف معين ممكن تتقلب بالمزاج أكثر من مرة خلال هذا النهار طبعا الأسباب هي نوع من أنواع الضغط على بيت الشخصية والنفسية والمعنويات فعشان هيك الضغوط هاي بتيجي متقلبي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فبرضو فيه اهتمام في أمور إلها علاقة بالأمور المالية ولكن بدك تقلل من النفقات أو المصاريف قدر الإمكان خلال هذا النهار لأنه رح يجيك بعض الأشياء أو المشتريات أو الالتزامات الفجائية أو ممكن أنت تروح يعني تصرف بدون دراسة أو بدون تركيز نوع من أنواع اللي تفشش احنا ما نسميها أنك بتتفشش في المشتريات عشان تهرب من التفكير بدك تركز بشكل جيد وما تنفعل وتندفع وراء هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثالث بدك تحذر أثناء النقاشات والتنقلات من العصبية وردات الفعل أو التحليلات الغير مبررة حاول أنك أنت برضو ما تحتد لأنه هذا بدل على حركة ونشاط وبدل على الحوادث اللي أعطال في أجهزة الاتصالات والمواصلات الأشياء اللي بتطلب منك نوع من أنواع التركيز أنت اليوم مشتت بالتركيز أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور على مستوى البيت روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أنت بتعمل الشيء المطلوب منك فقط لا غير بدون أي تفكير بأشياء ثانوية ممكن يكون في نوع من أنواع الاهتمام بأحد أفراد العائلة أو البيت لحل مشكلة معينة أو مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس ممكن تنشغل بترتيب أوراق أو ملفات أو معاملات أو بعض الأعمال المهمة اللي لازم منك تنجزها خلال هذا النهار وفي منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالمراجعات الصحية أو أمور إلها علاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت السابع فهو في نوع من أنواع الحدية مع الشركاء بتظلها لغاية ساعات الظهر وبعدين الأمور بتصير روتينية طبيعية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيتك الثامن فالأمور على مستوى الأموال أو الدعم الخارجي ممكن اليوم يجيك خبر معين أو ممكن أنه يحدث نوع من أنواع تغيير العلاقة بالميزانية أو ترتب أنت أمور إلها علاقة بالميزانية أو ممكن تلقي أشياء كانت مفقودة بالفترة الماضية اليوم تلاقيها ظهرت أمامك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور على مستوى الاتصالات الخارجية أو أشخاص خارج البلاد أو أمور أوراق قانونية أو معاملات أو أشياء إلها علاقة باهتمامات بالدراسة والبحوث كلها هاي أمور إيجابية معك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا بقول لك بدك تدير بالك من العصبية قدر الإمكان خلال أيام هاي اليوم وبكرة وبعد بكرة لأنه هذا بيت السمعة فأنت ضاغط عليك بشكل كبير فعشان هيك ممكن تحتد وتعصب وتشوه سمعتك بالتصرف ما أهم مش إنك ما تخالف القوانين ما تدخل في أشياء مشبوهة ما تحاول إنك تجازف وتغامر في أشياء يعني ممكن إنها تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور جيدة على مستوى البيت الحادي عشر ممكن اليوم تستعين بصديق أو تتصل بأشخاص معينين يصير فيه نوع من أنواع التعاون أو ممكن يجيك دعم معين من شخص ما كنت أنت تتوقع يعني فاجأك بهذا الدعم أما بالنسبة لبيتك 12 فهو يعني شوي فيه نوع من أنواع الضغطات على بيت المتاعب ولكن إنه مش هالشيء القوي فعشان هيك يعني منقول لك بس إنه حاول إنك تريح حالك قدر الإمكان وتراقب صحتك وغذائك وراحتك هاي أهم النقاط اللي أنا بنصحك فيها خلال هذا النهار برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تنشغل بمسائل بتخص العائلة ما تترك أحدا يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حادر من الخلافات وتضخيم الأمور بتبدو اليوم مرها في الحس ومتوتر بسبب قلق ما ارتباط ممكن يكون الفترة هاي فيها نوع من أنواع الارتباط أو وعكي صحية طبعا القمر موجود في البيت الرابع فعشان هيك التوقعات بهذا الشكل أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور جيدة على مستوى النفسي والشخصي ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال أنت وتحسن من وضعك ومن نفسيتك ومن مزاجك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثاني فما زال كمان اليوم ضغط عليك بشكل كبير بأشياء العلاقة بالتفكير المالي أو بالميليزانية أو بالمصاريف أو الالتزامات أو الأمور هاي حاول أنك تخفف الحدية شوي يعني هو آخر يوم تقريبا بالضغط وبعدين في أمور رح تتحسن بمطلع الأسبوع على الأمور المالية أما بالنسبة للبيت الثالثة بتنشطه في أمور إلى علاقة بالاتصالات والدراسة والمباحثات والنقاشات والاهتمامات بالتصليحات الإلكترونية أو إشيء العلاقة بهاتف أو سيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فذكرناه في بداية التوقعات حاولوا أنكم تديروا بالكم من الخلافات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور جيدة على المستوى العاطفي فممكن اليوم نصير في نوع من أنواع التواصل مع الحبيب أو لقاء أو الإطمئنان عصحته يعني الأمور جيدة على مستوى الغراميات أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة على بعض الأعمال وإنجاز بعض الأعمال ممكن اليوم تحقق إنجازات رائعة جدا وممكن تهتم بصحتك أو بصحت قريب لعلك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة في نوع من أنواع الضغط فعشان هيك الشراكة المالية والعاطفية حاول أنك ما تدخل بجدالات أو نقاشات حادية أو تحتد وتعصب وهذه أمور راح تكون سلوية أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد يعني اتصالاتك اللي أنت بتجريها خلال هذا النهار لأمور بتتعلق بدعم أو مساعدة أو قرض أو دين كلها أمور إيجابية بتدعمك بشكل جيد وبتساعدك بشكل جيد وبتكون النتائج إيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع فمنقدر نقول إنه روتيني يعني بس بأخذ بنوع من أنواع الاتصالات أو التفقد لبعض الأشخاص خارج البلاد في نوع من أنواع الحدية في الطباع وأنت بتتعامل معهم أو بتتصل فيهم حاول أنك تمسك أعصابك أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بيحذرك من أي شيء في مخالف للسمعة أو سمعتك على المحك هذا بيت السمعة حاول أنك ما تدخل بأشياء مشبوهة أو مخالفة للقوانين أو أشياء بالضرسمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فهذا بعزز الاتصالات مع الأصدقاء والمعارف أو العلاقات العامة إما للمساعدة أو لطلب الدعم أو للتفقد فالأمر إيجابي جدا أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو اللي بيجيب لك أشياء مفاجئة وبفاجئك بعدو أو بخصم أو بحد بتآمر عليك بالخفاء حاول أنك تحذر وتدير بالك الفترة هاي وحاول أنك أنت برضو تنتبه لنفسك ما تدخل مناطق أو تتجه لمناطق يكون فيها نوع من أنواع علامات الاستفهام والخطر طبعا هذا اليوم وبكرة بتكونوا تديروا بالكم من هاي النقاط اللي أنا حذرت فيها برج الحوت بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة طبعا في ناس بيقول لك كيف أخرج بنزهة وإحنا وين والدنيا مسكري وما فيش شيء لا في ناس لسه ما صار عليهم حضر فبيقدروا يتحركوا بقدروا يعني يخرجوا بنزهات قصيرة أو بألا أماكن يرفوا فيها عن نفسهم وممكن يكون اليوم عندك نوع من أنواع التفاهم أو التعامل مع أخ أو جار حافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة الخاطر وقوة الأفكار والأعذار يبقى عندك نوع من أنواع النشاط العالي جدا خلال هذا النهار ونوع من أنواع الحماسة أما بالنسبة للبيت الأول فطبعا ضاغط على نفسيتك بشكل كبير ولكن مش رح يسيطر عليك أنت رح تسيطر عليه يعني بتقدر أنك تغير من نفسيتك ومن الملل اللي أنت فيه أو الضغط النفس اللي أنت عايش فيه يعني وتتجاوز هذه المرحلة إذا أردت أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على مستوى البيت الثاني ممكن اليوم تعمل كثير من الاتصالات والنشاطات اللي إلها علاقة بالأمور المالية ولكن حاول أنك تقلل من المصاريف لأنه فيه عندك كثير من المشتريات والالتزامات قلل من مصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فذكرناه في بداية التوقعات القمر موجود فيه أما بالنسبة للبيت الرابع فاهتمامات على مستوى العائلي والبيت وأهل البيت ممكن اجتماع أو لقاء أو مباحثات أو مساعدات يعني الأمر إيجابي وداعم بقوة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما من الحظوظ لا إيجابية ولا سلبية فعشان هيك بتتعامل من منطلق الطبيعي يعني بتتواصل إذا أنت من النوع اللي بتحب تتواصل مع الحبيب تتواصل معه وإذا من النوع اللي أنت بتحب تتهرب فاليوم رح تتهرب يعني فلا هي سلبية ولا هي إيجابية ضغط على هذا البيت أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على أمور إنجاز الأعمال المهمة وبعض الاتصالات أو الملفات أو إنجاز بعض الأمور اللي بتتعلق بالأعمال وفي منكم ممكن يهتم بصحته أو بصحت قريب لإله أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور على مستوى الشراكة بيظل فيها نوع من أنواع الحدية لغاية ساعات ما بعد العصر ولكن بعد ساعات العصر بتصير الأمور جيدة فعشان هيك قبل ساعات العصر حاولوا إنكم ما تدخلوا بخلافات أو ضخموا مشاكل ما بينكوا بين الشركاء أو تحتدوا في التعامل أو تنتقدوا أو تعصبوا الشوي وبتمشي الأمور بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثامن فضغط المالي هو أكثر إشباء الرقم أو الالتزامات أو القصور المالية أو بعض المطالبات المالية أو فقدان بعض الممتلكات أو المقدرات المالية في خلال هذا اليوم حاولوا تكونوا منتبهين أما بالنسبة للبيت التاسع فعندكم اهتمامات كثيرة إلها علاقة بالدراسة والنشاط والحركة والتواصل بأمور إلها علاقة بالبحث أو السياسة أو علم النفس أو الاطلاع الثقافي جديد أو تعلم لغة جديدة يعني كل الأمور هاي بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فبقولك دير بالك عن من أي تصرف أو أي شيء ممكن يشوه السمعة حاول ما تخالف القوارين ما تجازف ما تدخل بمغامرات مشبوهة وحاول أنك تنجز الأعمال المطلوبة منك بدون عصبية وبدون تأفقف أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم في نوع من أنواع الحدية بالتعامل مع الأصدقاء فممكن اليوم يحتد أو تحتد بالنقاش بسبب مشكلة أو تصرف أو كلمة أو أي شيء ممكن يبدر من أحد المعارف فأنت تثور وتعصب وتراجعوا وتناقشوا أما بالنسبة لبيت المتاعب فهذا اللي أنا بحذرك منه بشكل أكبر فعشان هيك بدك تدير بالك من أشخاص ممكن بتآمروا عليك بالخفاء أو بيستغيبوك أو ممكن أنهم أعداء لابسين قناع الصداقة حاول أنك أنت تكون حذر جدا ما تدخل بأي مكان أو أي شيء ممكن يكون فيه خطر عليك حاول تراقب حالك بشكل جيد حاول أنك تأخذ قصد كافية من الراحة وتراقب غذائك من أي إجراءات أو توقعات أو تدهورات صحية ممكن تصير خلال هذا النهار طبعا أتمنى أن كل هذا ما يصير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء